اشتركوا في القناة المسلمين وثوابتها وتأثيرها في واقع ومستقبل العراق والتي تتكون من محورين المحور الأول جاء بعنوان اللاءات الخمس يقدمها الأستاذ حارث الأزدي والمحور الثاني جاء بعنوان قراءة في تاريخ الهيئة توأمة الجهد المناهض والعمل المقاوم يقدمها فضيلة الدكتور مثنى الضاري ونرحب بكم سادتي مجددا والآن نفسح المجال للأستاذ حارث الأزدي ليقدم ورقته فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الورقة تتحدث عن اللاءات الخمسة لهيئة علماء المسلمين بداية أقول الأختصار والتكثيف أمران مجهدان بالوقت والتفكير وهذا حاصل في الكتابة عن لا آت الهيئة لما تضمنته من رؤية متكاملة انبنت عليها تفاصيل العمل الوطني العراقي وهي تتلخص بالآتي لا للاحتلال ولا للعملية السياسية في ظل الاحتلال ولا للدستور ولا للطائفية ولا للتقسيم وعلى مدى عقديني وفي جردة حساب خالية من العواطف يقف القارئ الحصيف لتلك المرحلة المضطربة في تاريخ العراق أمام حقيقة ناصعة أن تلك الأركان إنما كانت ولا تزال تحمل مشروعا متكاملا في التصدي لهذه الداهية العظيمة التي اجتاحت العراق باحتلاله وأن يكون له موقف تجاه من يقف بالضد منها ولا سيما بعد أن تبينت المقاصد والأهداف لمشروع الاحتلال وعمل من جاء معه علماؤنا أعلامنا ومثاباتنا في معرفة الحق والطريق ولذلك استهدفهم الاحتلال ومن جاء معه أو تعاون معه وحاولوا مجتمعين بشتى وسائلهم ملاحقة العلماء ومحاصرتهم وتجريم مواقفهم لمنعنا أن ننهل من معينهم الصافي لكن صدقهم مع الله مهد لهم طريق القبول عند الناس جميعا فاجتازوا كل الموانع واستحقوا بذلك أن يكونوا منارات علم وفقه ورشاد يستهدي بها المسترشدون لا آتها الخمس أركان لمنهجها فدونك الطرس والتاريخ فغتنمي لا آت كسنبلات خضر أنبتت مشروعا وارف الظلال يتفيأ ظلاله العراقيون الصادقون بانتمائهم للعراق ويهتدون به منارات مضيئة وسط 300 أمواج مشاريع الاحتلال والمخططات للوصول إلى بر الأمان عند خط الشروع قد تتشابه الخطوات لمن لم يمحص دوافع الانطلاق غير أن طول المسيرة وامتداد الطريق وصعوبة التحديات كفيلة في تبيان من كان صادقا ويسعى لأجل العراق وخلاص العراقيين وبين من كان منطلقه من أجل مغانمة براقة لاحت له في مخيلته المخادعة تشكلت داخل أروقة هيئة العلماء المسلمين بأذرعها الإعلامية والسياسية والثقافية والاجتماعية والدعوية على مدار عقدين أو يزيد صورة واضحة جلية لم تتضمن قط طرحا طائفيا لمواجهة الاستعلاء الطائف المستند إلى تأييد قوة الاحتلال ولا إلى القوة الإقليمية المتمددة في العراق ولم تجد نفسا تقسيميا في طروحات الهيئة في أقسى مراحل المواجهة وطرح المخططات التقسيمية ولن تجد رؤية عندها تتماهى مع طروحات الاحتلال سواء كان المباشر أو الثانوي بل كانت حريصة كل الحرص على وحدة العراق أرضا وشعبا وتاريخا وكل هذا موثق في بياناتها الصادرة بأربعة أجزاء وتصريحاتها الصحفية التي صدرت مؤخرا بجزئين اليوم وبعد إحدى وعشرين سنة من المناهضة يقف المنصفون والمؤازرون لعمل هيئة علماء المسلمين في العراق على ناصية الحقيقة ليؤكدوا سلامة النهج وصدق الاستشراف ولن يجد المرجفون والمناوئون والخصوم غير كيل الاتهامات الباطلة وسوق الأراجيف بغية خلط الأوراق وإبعاد المواطن العراقي عن تأييد خطابها تارة بالتهديد وأخرى بالترغيب بوظائف يحصل عليها عدد قليل من الناس فيما تعيش أغلبية الشعب حالة العوز والفقر والحرمان لا للاحتلال قالت الهيئة لا للاحتلال وهذه أول اللاءات ورأسها وعليها ترتكز المواقف والتصريحات وقد صدقت في ذلك والتزمته فلم ترفع له راية ولم تنتظم معه في لقاء بل طرحت رؤيتها علنا برفض الاحتلال وما نتج عنه وطالبت بجدولة انسحابه قال عنها خصومها وقتها إنها محض خيال لا يمكن أن نجده واقعا ثم ما لبثوا أن التفوا فأخذوا العنوان وامتثلوا خاضعين في اتفاقية الإذعان بل إن أدوات المحتل الذين انخرطوا في مشروعه أضحوا اليوم يتقمصون دور المقاوم والمناهض والرافض لمشروع الاحتلال وهم تحت مظلته وراحوا ينسجون من الخيال قصصا عن بطولات وهمية مشروع الاحتلال الأمريكي يتلخص بواجهة بعناوين خادعة ومضمون تقسيمي يسعى إلى محو العراق وتلاشيه عبر إغراقه بالصراعات الطائفية وتقوية أعدائه ومن الشواهد الدالة على التزام هذه اللاءات خلال العقدين الماضيين لقاء الهيئة بالأخضر الإبراهيمي وتسليمه مشروعا متكاملا يتضمن رؤية مثلى لحل مشكلة العراق وارجعوا إن شئتم لوثائق المؤتمر التأسيسي للقوى المناهضة للاحتلال وكذلك الحال في وقائع مؤتمرين القاهرة 2005 و2006 ثم قرأوا ما وثقته الهيئة عن اتفاقية الإذعان وارجعوا إن شئتم إلى مبادرة العراق الجامع حيث كانت خط شروع جديد لمن أراد العمل بإخلاص للعراق وغير ذلك كثير لو ذكرناه لطال المقام ثاني اللاءات لا للعملية السياسية في ظل الاحتلال قالت الهيئة لا للعملية السياسية بل لللعبة السياسية وهذه ثانية اللاءات المعتمدة لديها والتي باتت اليوم لا يختلف عليها اثنان من العراقيين بأنها آذت ولم تقدم شيئا مما رفعته لافتة للتسويق المبتذل على شتى الصعود التعليمية والصحية والخدمية بل عملت على تمزيق اللحمة المجتمعية بطروحات طائفية لم تجني منها الطوائف المتاجر بها سوى الخيبة والخذلان ونقص في الأموال والأنفس والثمرات في مقابل إثراء أمراء الطرح الطائفي على حساب المواطن الفقير فلا هي بنت العراق ولا هي حكمت مفاصله ولا هي يصدق عليها القول بأنها ذات سيادة فوصفها يتلخص بمجموعة شركاء متشاكسين ينصب بعضهم لبعض شباك الوقيعة وأنها مغنم للنهب والسلب والاغتناء غير المشروع إن أي متابع للشأن العراقي لا يجد مفهوما واضحا لما يدور على أرض الواقع في العراق ليطلق عليه اسم دولة ومؤسسات دولة على بلد احتلته الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا فآثار الاحتلال وتحكمه ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل وإذا كان الاحتلال موجودا بعديد قواته أول الأمر ثم اضطر للانسحاب فإن وجوده باق في تفاصيل العملية السياسية التي أوجدها فهي صفحة من صفحات الاحتلال والأخبار والتصريحات من قادة هذه الدول وغيرها تشهد بذلك وقد عبر العراقيون من مختلف الرؤى والتوجهات بقولهم في شرح أبعاد هذه الفوضى إننا نعيش في ظل لا دولة بل إن المتحكم الأساس في مفاصل الدولة هو الميليشيات الممتلكة للسلاح والقرار ولو استعرضت تاريخ هذه العملية السياسية بدءا من حكومة مجلس الحكم صاحبة بدعة التداول الشهري للخداع السياسي في صورته البدائية ومرورا ببقية الحكومات المتعاقبة وحتى يومنا هذا لوجدت الدعم الاحتلالي المطلق لمن تسنم زمام أمور العملية السياسية واضحا بل وتدفع الولايات المتحدة باتجاه عدم سقوط هذه العملية فهي تعدها ثمرة هذا الاحتلال ومهما يحصل من فساد ونهب وتخبطات وصراعات ومشاكسات بين شركائها مسموح به دون سقوطها وليس أدل على ذلك من فوز الخاسر وخسارة الفائز في انتخاباتها بل هي باقية حتى لو انسحب نصف وزرائها أليست هذه لعبة عجيبة بقوانينها ومقتضياتها وكذلك يأتي دور المتحكم الثانوي إيران المتخادم مع المتحكم الأول فقد تعظم دورها حتى باتت هي من تعين اللاعبين وتعتمدهم وإن كانوا من مجموعة الديكور اللازم في رسم الصورة المتخيلة لهذه العملية المسخ أساس أذى العراقيين هو تلك العملية السياسية المبتنات على المحاصصة الطائفية والعرقية وتقاسم واردات البلد ولا شك في مثل هكذا أحوال يحاول الشركاء المشاكسة والمدافعة لنيل مغانمة أكثر وتحكما أكبر من خلال طرح معضلات التسقيط والترصد للوصول إلى مبتغاهم بالتفرد بالسلطة لا للدستور وثالثة اللاءات كانت من حصة الدستور الذي جاء به للتصويت بمسرحية الكتابة السريعة وتقنين الطائفية وبرمجة الأحقاد والنزاعات بل بما يخدم من مشروع الاحتلال وتسويق الانخداع بثياب الناصح الأمين فلا الناصح صدق في نصحه ولا المنصوح سلم على نفسه بانصياعه الظنين وقد أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بعد دراسة مستفيضة كتاب يشرح بطريقة علمية وقانونية مآخذ الهيئة على الدستور المقترح واستعانت بمجموعة خبراء وقفوا على مآخذ خطيرة تضمنها هذا الدستور وقد كان الإصدار الرابع من إصدارات الهيئة في عام 2006 بتوقيع اللجنة القانونية في هيئة علماء المسلمين في العراق وقد جاء بعنوان مآخذ خطيرة على مسودة الدستور المقترح وقع في 56 صفحة تضمنت المادة التي عليها المأخذ ويليها شرح قانوني يعزز رؤية الناقد لهذا الدستور وبإمكان أي باحث الاطلاع عليه في قناة إصدارات هيئة علماء المسلمين على تطبيق التليجرام هذه الدراسة كفيلة بتوضيح هذه المآخذ والمطبات والمشكلات المؤسس لها في هذا الدستور لتكون معضلات مستقبلية عصية على الحل فلسنا ضد تشريع الدستور ولا القوانين المنبثقة عنه ولكن بشرط أن يكتب بأيد العراقيين لا أن يؤتى به جاهزا من أقبية الاحتلال ثم توضع عليه رتوش خادعة لعرقنته وكان لابد هنا أن أقتبس بعضا مما جاء في مقدمة هذا الكتاب ففيها كشف للرؤية بكلمات بينات إن أصل المشكلة في العراق هو الاحتلال وما لم تعالج مشكلته فكل عملية سياسية تنفذ في ظل وجوده سيكتب لها الفشل فضلا عن عدم شرعيتها ومن ذلك كتابة الدستور والاستفتاء عليه ومن هنا فقد تعاملت الهيئة بمسؤولية تامة مع هذا الأمر وكان موقفها برفضه والدعوة إلى عدم التورط بإقرار شرعيته يتسم بالمبدئية والموضوعية وذلك للمحافظة على حقوق الشعب وحماية لمصالح البلد الحقيقية ومما لا شك فيه أن الدستور الذي يكتب في ظل الاحتلال سيكون أداة لتثبيت ما يرغب الاحتلال بتثبيته على النحو الذي يخدم مصالحهم كما ستثبت القوى المهيمنة على الواقع اليوم ما تريد إثباته من مشاريع وترى الهيئة أن الخيار السليم أمام الشعب العراقي لكتابة دستور بلدهم هو بانتخاب جمعية دستورية في ظروف يتمتع فيها العراق بحريته وبالسيادة الكاملة على أرضه وثرواته بعيدا عن هيمنة قوات الاحتلال وانطلقت الهيئة في رؤيتها هذه من اقتناعها التام بأن هذا الدستور يخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهو يراعي مصالحها أولا وقد تهكدت هذه الجزئية على لسان السياسيين المشاركين في العملية السياسية أنفسهم ومنهم عبد الكريم العنزي يقول يحاول الأمريكان وضع دستور يحقق مصالحهم وليس مصالح العراق وشهادة أخرى من إياد علاوي يقول إن هذا الدستور ما لم يكن معبرا عن كل العراقيين فلن يكون حلا حتى وإن خضع الاستفتاء عام فيما زاد الجرعة السياسي الكردي محمود عثمان بقوله جاءنا هذا القانون باللغة الإنجليزية فترجمناه وأدخلنا عليه بعض التعديلات تلك شهاداتهم على ما جاء في هذا الدستور المؤسسي لصراعات مستقبلية لها بداية وليست لها نهاية إلا برفض هذا الدستور لا للطائفية أما الطائفية والتعصب الأعمى وضرب التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي فهي تستحق من الهيئة رابعة لا ألاءت لتكون معلما ومرشدا للعراقيين بأن طريق الخلاص لم يتمثل بالتعافي من هذه الأمراض إلا جاء بها الاحتلال فكل البلدان تتكون من مكونات عرقية وأخرى مذهبية لكنهم يضمهم ويجمعهم وطن واحد وإن هذه الطائفية التي ذاق العراقيون منها الويلات إنما هي طائفية سياسية يسعى إليها المتنفذون من أحزاب السلطة بكل ما أوتوا من قوة بمختلف أساليب الخداع ليحققوا غاياتهم التي يريدون وفق هذا التصور أطلقت الهيئة وصفها الذي ظل منارة في توصيف الحال فقد قالت إن ما يجري في العراق ليس أساسه التنوع العرقي ولا التوجه الطائفي بل هو الطائفية السياسية التي توفر لهؤلاء المشتركين في هذه العملية السياسية مساحة كبيرة في التحكم وسوق الفتن وتوظيف الطائفية خدمة لتوجهاتهم وطالعوا للاستزادة أسماء الموقعين على وثيقة مكة في تحريم الدم العراقي وابحثوا في أسماء الموقعين وتبينوا من التزم بها ومن نقض ما جاء بتلك الوثيقة لا لتقسيم العراق وخامسة الآآت كانت موجهة لمقاصد التقسيم الاحتلالية فمما هو متبع في مشاريع الاحتلال إغراق البلاد بالفوضى والسماح بالانفلات الأمني وفسح المجال للميليشيات في التحكم بمفاصل الدولة ثم تطرح حلا بتقسيم البلاد لتكون أوصالا ممزعة ينخرها الفقر والاختلاف فيكون الحل هدفا من أهداف الاحتلال وتصديقا لهذا الرأي أذكر لكم مشروع بايدن يوم كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام 2007 عندما طرح مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أساس قومي وطائفي كحل لمشكلة الاحتقان السياسي في سنوات تنامي الشحن الطائفي بين مكوناته وتم التصويت عليه من قبل المجلس أرأيتم كيف تدار الأمور إغراق بالمعضلات وطرح الحل الذي يحقق أهدافهم وليس مصلحة العراقيين وبالتأكيد هناك أفهام قاصرة عن الإدراك تهرول وراءها كذا مشاريع تبعا لمخططات ومشاريع يسعى أصحابها لتقسيم العراقي ونهبي ثرواته وقد وثقت الهيئة موقفها من تقسيم العراق ببيانات وتصاريح فضلا عن إصدار كتابين عن خطر تقسيم العراق الأول الفدرالية الخطر الداهم وصدر عن مركز الأمة للدراسات والتطوير والآخر وهو الفدرالية دراسات في ضوء دستور 2005 وهذا هو الإصدار صدر عن مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسا اللاءات التي تحدثنا عنها أتساءل هل بين العراقيين الأصلاء من يعارض هذه اللاءات؟ وهل يوجد منصف يقول عنها ما ليس فيها؟ ألسنا نشهد حضورا فاعلا لهذه الرؤى وتلك المواقف وقد قالتها الهيئة منذ بداية الاحتلال وعند تقاطع المخططات؟ أليست هذه الرؤى رائدة ومن حقها أن تكون لها الصدارة في إعادة تشكيل العقل الوطني العراقي بعد انكشاف الوجوه وسقوط الأقنعة؟ ولعلني في دقيقة الختام أقول إن مما ثبت لدينا في السيرة النبوية الشريفة يوم نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على بطون قريش في مكة وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة وفي رواية فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ونحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ومن هنا أقول إن ريادة القوم لا تتأتى إلا لمن استشرف مآلات الاحتلال وخبر مشاريعه وناهض مخططاته ولم يدخر وسعا في التحذير منها والتنبيه إلى مخاطرها مستعينا بتوفيق الله وتسديده فليس من رأى كمن سمع وليس من سمع كمن نقل له وليس من عرف كمن لا يعرف وهي دعوة لإعادة قراءة هذه المفاهيم فقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين بل فقد طمل خطب حتى غاصة الركب جزيل شكري وامتناني لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للأستاذ حارث الأزدي على هذه الورقة القيمة وما زالت اللاءات عاملة إلى اليوم بعد عقدين من الزمن فالاحتلال موجود والعملية السياسية موجودة والدستور على حاله والطائفية السياسية على حالها ويسعون إلى تقسيم العراق نسأل الله أن لا يحقق لهم ذلك والآن ننتقل إلى الورقة الثانية والتي تحمل عنوان قراءة في تاريخ الهيئة توأمة الجهد المناهض والعمل المقاوم يقدمها فضيلة الدكتور مثنى حارث الظاري فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الندوة الخاصة في الذكرى الحادي والعشرين لتيسيس الهيئة التي يقيمها القسم الإداري في الهيئة على عدده في كل عام استذكارا لسنة مضت من تاريخ الهيئة الطويل والشكر أيضا أن وصول الشيخ الدكتور عمر عبد الكريم على هذا التقديم والأخ الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في الهيئة على هذه الورقة المهمة التي أظهر فيها تفاصيل اللاءات الخمس التي ما زالت كما قال الدكتور عمار عاملة إلى الآن وهي ثوابة الهيئة نازعنا بعضهم في بداية الاحتلال عندما تغيرت الأمور نسبيا وتدافع الناس للأسف إلى العملية السياسية عن قناعة أو عن غير قناعة وتوقفوا عند كلمة الثوابت ورأوها كبيرة جدا وكتبوا ونصحوا وتحدثوا عنها وهذه سياسة ولا يمكن أن يكون فيها ثوابت وما إلى ذلك ولو توقفوا قليلا ونظروا بنظر السياسة الذي يريدون أو يدعون لعلموا أن السياسة فيها ثوابت بل السياسة وثوابت وإلا لما اختلفت الدول ولا الأمم ولا تصارعت لأن كل أمة أو بلد أو فريق أو جهة أو قبيلة تتمسك برأيها فتختلف مع الأخرى لو كان الأمر ليست فيه ثوابت لاتفق الجميع ولم اختلفوا ولكن هذه سنة الحياة هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نختلف ولكن لا بد لنا كمسلمين أن نسلك السبل التي يمكن من خلال هذا الاختلاف أن نحمي بها ثوابتنا وعقيدتنا وديننا وتحركنا السياسي فتحركت الهيئة في الساحة السياسية في العراق خارج العملية السياسية فمن ثوابت الهيئة التي أصلتها في إصداراتها وأدبياتها الأولى بما أن الندوة تحمل عنوان الأدبيات أو عنوانها يتضمن الأدبيات فالهيئة منذ الأيام الأولى ذكرت في أدبياتها أن دوائر العمل السياسي في العراق هي ثلاث العمل السياسي ضمن العملية السياسية والنظام السياسي القائم بعد الاحتلال والعمل السياسي المناهض للنظام السياسي القائم هو النوع الثالث وهو موجود في الذهم فقط ليس له وجود في الخارج وهو العمل السياسي المجرد فاختارت الهيئة الدائرة الثانية وهي الدائرة التي تليق بها والتي تمليها عليها ثوابتها الشرعية بل توجبها عليها الأحكام الشرعية وإجماعات علماء الأمة وأول هذه الإجماعات هو التصدي للعدو الصائل فما بالك إذا كان هذا العدو الصائل عدو متمكن وعدو محتل من هنا نشطة الهيئة في الجانب السياسي نشاطا كبيرا جدا ظهرت آثاره في مواقفها المتبنات ومنها اللاءات الخمس التي ما زالت إلى هذه اللحظة وعاد إليها الناس كما رأينا في الفقرة الأخيرة من ورقة الأستاذ حارث الأزدي ولم يعد لها عامة الناس فقط وإنما السياسيون أنفسهم الذين كانوا يدافعون عنها عندما ثبت لبعضهم فشل مواقفهم السياسية أو أدى بهم الصراع السياسي إلى انتهاج طرق أخرى سلكوا المسالك الأخرى وكأنهم يندمون على تبنيهم لمواقف صفرية وحادة وواضحة جدا من مواقف القوى المناهضة للاحتلال والحمد لله ما زالت كل هذه اللاءات عاملة فالاحتلال ما زال موجودة والعملية السياسية ما زالت موجودة وللأسف الطائفية ما زالت موجودة والطائفية الطائفية السياسية التي حاول العدو أن يجذرها في المجتمع العراقي لم ينجح في ذلك إلى الحد الذي يريد ولكنها كطابقة سياسية ما زالت عاملة للأسف وشبح التقسيم والفدرالية ما زال يرفرف على جنبات العراق فكلها بعد 21 سنة ما زالت موجودة ومن هنا بقى خطاب الهيئة وثباتها على هذه المبادئ أنا سأقرأ أو أخذ في ورقتي جانبا آخر قراءة في تاريخ الهيئة توأمة الجهد المناهضة والعمل المقاوم فإذا كان هناك جانب سياسي هناك جانب أيضا غير سياسي له صيلة بالسياسة ولكنه غير سياسي لأنه عمل على الأرض وليست مبادئ نظرية مطروحة وإنما أفعال قام بها أبناء العراق الصادقون المخلصون الذين انتفضوا بعد الاحتلال مباشرة للتصديل الاحتلال اعتمادا على جهودهم الذاتية وعلى ما توفر في أيديهم من سلاح من خزين كبير كانوا موجودا قبل الاحتلال واستنادا إلى حسهم الديني بحكم كون أغلبهم من أبناء المساجد وأيضا رجوعا إلى الفتاوى الشرعية التي صدرت من علماء العراق في الداخل والخارج بوجوب التصدي للاحتلال فضلا وهذه نقطة مهمة دائما ننبه عليها ولكن يغفل عنها كثيرون وإن كنا قد حاولنا في أحد الكتب الأخيرة أن نبينها وهي أن فتاوى علماء العراق للتصدي للاحتلال كانت متأخرة عن فتاوى علماء الأمة طبعا لسبب الأمة كلها تحدثت الأمة كلها أبدت رأيها علماء الأمة لم يتركوا مجالا إلا وتحدثوا فيه في هذه الجزية بالتحديد علماء العراق في الداخل كان لهم ظرفهم الخاص ووضوعهم الخاص كان هناك مؤسسة رسمية حاكمة كان حامش الحركة ضيق خارج العراق كان علماء العراق ينتظرون مواقف علماء الأمة لكي ينظروا إليهم ويحاولون أن يلملموا هذه الجهود من أجل أن يخرجوا بموقف موحد فالمواقف الفردية صدرت ولكن المواقف الجماعية ولعل في ذلك فائدة رب ضرت النافعة ظهرت من خلال رابطة علماء العراقيين في الخارج الفتوى المشهورة في أواخر عام 2002 بوجوب التصدي الاحتلال ومقاومة الاحتلال في حال لم يستطع النظام السياسي القائم في العراق والدولة العراقية وقتها التصدي للاحتلال وهذا ما حصل علماء الأمة جميعا من الهند والسند إلى الأزهر إلى علماء الجزيرة العربية إلى علماء المسلمين في قارة آسي وأفريقيا والفتاوى كثيرة تقريبا يعني أحصيت منها في مرحلة ما أكثر من 20 فتوى من غير الفتاوى الفردية كلها توجب على الأمة وليس على العراق وإن كانت توجب على العراقين من باب أولى التصدي للاحتلال ومقاومة فهذه الأرضية والخلفية التي انطلق منها العمل المقاوم وليست أفكار شباب متسرعين كما كان يقول خطاب بعض القوى السياسية التي دخلت العملية السياسية وهنا أقول القوى السياسية السنية وأن القوى السياسية غير السنية بغض النظر عن خلفية كانت تعد هذا إرهابا وتمردا ومحاولة للوصول إلى السلطة والدفاع عنها وما إلى ذلك وتصف من يقومون بذلك بأوصاف أنهم يريدون أن يعيدون للنظام السابق وأنهم ليسوا من المال العراقيين العقيقيين وما إلى ذلك هكذا كانت الصورة فلما ظهرت الهيئة في مثل هذا اليوم في الرابع عشر من شهر نيسان من عام 2003 يعني بعد احتلال بغداد بخمسة أيام كان اللقاء المؤسس الأول لجزء من الهيئة قبلها بليلة يوم 13 في إحدى مناطق بغداد وتحديدا في منطقة العامرية اجتمع نخبة من علماء العراق ودعاته لتأسيس كيان أو رابطة ما للدفاع عن العراقيين ثم في يوم 14 انضم إليهم جمع آخر وخرجت هيئة علماء المسلمين في العراق في نص على أنها قد أسست في يوم 14 بناء على البيانات التي صدرت عن الهيئة في الأيام الأولى الاحتلال وهكذا وجدت الهيئة نفسها في الساحة أمام مشكل سياسي وأمام مشكل على الأرض والتي هو التصدي للإحتلال وأمام مشكل اجتماعي وهي حالة السرقة والنهب والفوضى وانفراط النظام التي جرت وقتها ثم هناك جانب شرعي وأخلاقي كل هذه الجوانب اجتمعت في النخبة الأولى من علماء الهيئة الذين أسسوها ثم ظهرت من خلال موقفهم الأول في بيانهم الأول عن مجلس الحكم في منتصف شهر تموز من عام 2003 شهر 7 وبرزت قبل إعلان هذا البيان أو أثناء إعلان البيان بعد يوم من صدوره من خلال التجمع الكبير في جامع أم القرى وأكبر تجمع جرى في ذلك الوقت وإلى الآن بعد الاحتلال يناهض الاحتلال ويدعو إلى مقاومته واشترك فيه العراقيون من توجهات مختلفة ولم يقتصر على الهيئة كانت الهيئة هي الداعية ولكن الناس كانت تريد جوابا ما على أسئلة الاحتلال الكثيرة لذلك الوقت واهتموا طبعا للإعلام العربي والدولي فكان التجمع الكبير وكثير منكم حضره في جامع أم القرى خطب الجمعة ثم بعد ذلك تجمع كبير وكلمات وقصائد ومواقف ونقل مباشرة عبر الفضائيات كان الموقف واضح كان الموقف واضحا هذا احتلال ولا بد من مقاومته وهكذا يعني أخذ العراقيون أو من أراد أن يقاوم الاحتلال أخذ الشرعية والمشروعية لا من الفتاوى السابقة فقط وإنما من هذا التجمع الكبير الذي تحدث فيه الجميع قبل أن تتفرق ببعضهم السبل والأفكار والاتجاهات والتوجهات فالكل أمام يعني حدث الاحتلال نازلت الاحتلال قالوا الكلمة التي ينبغي أن يقولها شرعا وسياسة وعقلا ومنطقا يعني في الفقه أنتم تعرفون عندما يختلف الأولاد بينهم في اللعب ويضرب أحدهم الآخر ويدميه يأخذون شهادتهم قبل أن يذهبوا إلى البيوت قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم لأنهم يلقنون إذا عادوا إلى بيوتهم فالمواقف في ذلك الوقت كانت بدون تلقين تلقين حصل بعد ذلك للأسف فاختلفت بعض المواقف فإذا هذه القاعدة فإذا الهيئة انطلقت من هذا المنطلق وهي الجمع بين هذه المواقف السياسي المقاوم الشرعي الاجتماعي الثقافي والفكري ثم انضمت إليها أبعاد أخرى تطلبتها مسيرة العمل وطبيعة الاحتلال في العراق على سبيل المثال انضم بعد ذلك الجانب الإغاثي والجانب الإنساني بأبعاده المختلفة وهكذا ظهرت الهيئة منذ اليوم الأول بصيغة جديدة غير مألوفة في الهيئات التي تسمى دينية ولا في الأحزاب والحركات التي تسمى إسلامية فيتأخذ من هذا الشيء ومن هذا الشيء بحكم طبيعة الظرف وهذه الميزة الأولى التي اجتمعت في هيئة علماء الإسلامين ودعت جهات منظمات وعلماء أخرين في بلدان أخرى إلى تقليدها حتى لو بالإسم فقط فقد جمعت بين هذه الأبعاد التي تنضوي تحت بعدين الديني والدنيوي الديني والسياسي والتي تنضوي جميعا للأسف في مفهوم غاب عن أذهان حتى العاملين في العلوم الإسلامية والشرعية تنضوي جميعا تحت مسمى أو مفهوم البعد الشرعي والبعد الشرعي كما نقول دائما ونكرر ونعيد أعم من المفهوم الديني فالبعد الشرعي فيه جانب ديني وفيه جانب دنيوي فيه فقه وحديث وتفسير وقرآن وعقائد وفيه سياسة وفيه فكر وفيه نظر وفيه ثقافة وفيه حضارة وما إلى ذلك من هنا كانت أدبيات الهيئة الأولى تنص على ذلك وبالتحديد نظام الفتوى والرأي والسياسة الشرعية للهيئة ومنهج الإصلاح والتغيير للهيئة ثم توالت بعد ذلك الكتب السياسية ومنها مشروع القوى المناهضة للاحتلال أو البرنامج الوطني للقوى المناهضة للاحتلال أو البديل للعملية السياسية ثم الكتب المتخصصة ككتاب ما أخذ على الدستور الذي أشار إليه الأستاذ حارك الأزدي ثم توالت الكتب المتحدث عن هذا الموضوع فأدبيات الهيئة راعت هذا البعد الجديد في تحرك الهيئة وخطاب الهيئة ومن هنا قالوا كثيرا عن الهيئة وصدر كتاب يتحدث عن هذا الموضوع عندما تناول بعض الباحثين والدارسين الهيئة من وجهات نظرهم واكتشفوا أن الهيئة لا يمكن قياسة ضمن قوالب القياس المعهودة فهي ليست حركة إسلامية ذات بعد فلنقول يعني محدد من التيارات الإسلامية وليست منظمة أو نقابة أو اتجاه دينيا ينظم عمل العلماء وليست جهة ذات خلفية علمية تربوية شرعية كالأزهر على سبيل المثال تنضوي تحت هذا الموضوع وليست حركة سياسية إسلامية مقاومة وأكون ماضيش في الساحة الإسلامية وقتها وإنما حاولت أن تجمع بين ذلك كله ليس اختيارا منها وإنما اضطرارا وأقولها أيضا اضطرارا بل توفيقا من الله سبحانه وتعالى للهيئة لكن من أهم الميزات هي أنها جمعت بين الجهد المناهض للاحتلال وهي أصرت على هذه التسمية ماكو معارضة لأن لا يوجد نظام سياسي شرعي في العراق والعمل المقاوم الذي هو الظاهر الأبرز بعد الاحتلال فعملت على المزاوجة بينهما والتوأمة كما قلنا في العلوان بينهما والتوأمة هي الجمع بين الشيئين كأنهما شيئا واحد وهذه رسالة أيضا أن العمل المناهض هو نوع من أنواع المقاومة نوع من أنواع الجهاد واعتنت الهيئة في البداية في تأصيل مفهوم الجهاد ومفهوم المقاومة ولا تناقض بينهم لكن امتازت الهيئة في هذه التوأمة بالنقاط التي ذكرتها قبل قليل أما معالم هذه التوأمة فكثيرة ولكن يمكن وضعها في خمسة يعني معالم عامة ورئيسة يمكن أنه أيضا تنقسم على معالم أخص من ذلك المعلم الأول هو خطاب الهيئة المقاومة أن خطاب الهيئة ليس خطابا شرعيا بحتا وليس خطابا سياسيا بحتا وإنما خطاب يجمع بينهما مع مسحة مقاومة ومسحة المقاومة هذه ليس مسحة يعني رذاذ بسيط وإنما يسير وإنما كانت في كل مفاصل هذا الخطاب منذ اليوم الأول إلى هذه اللحظة والدليل التجمع الذي ذكرته قبل قليل كل الكلمات والشعارات التي أطلقت والقصائد التي ألقيت كانت تنص على ذلك وأنه لا بد من مقاومة الاحتلال لذلك بدينا ما نفصل بين خطاب الهيئة العام وخطاب عن المقاومة بل هي تتحدث رغم أنها تسعى أحيانا لضرورات السياسة لضرورات الإعلام لضرورات الأمل لحماية نفسها نتخلي مسافة بينه وبينه لكن هذه المسافة لم تجدي لأن كثيرين كانوا ينظرون إليها على أنها تتحدث بلسان المقاومة الفردي وهنا أيضا يحضرني أن هذا الخطاب عندما كان يدافع عن المقاومة ويتحدث عنها ويبين أنها مقاومة شرعية وأنه لا بد أن تكون ويذب عنها التهم وما إلى ذلك كان أحيانا ينأى بنفسه مراعاة لهذا البعد وأيضا مراعاة لأمر آخر وهو أن يكون ناصحا وموجها للمقاومة وفي ذلك الوقت كما تعرفون كانت الهيئة نشطة جدا بسبب الظروف كانت المشكلة الوحيدة هي تكاد تكون في ذلك الوقت والعالم كله يعني ينظر إلى العراق ويرقب ما يجري فيه وأبواب العالم مفتوحة أموثنا أبواب العالم الآن مقفلة لأسباب عديدة وكثيرة أولا كثرة المشاكل وثانيا هناك محاولات لحصر خطاب القوى المنائد والاحتلال وفي مقدمتها الهيئة فكانت وفود الهيئة تذهب إلى كل مكان وكانت تعامل على أنها المكتب السياسي للمقاومة وهكذا قالوها لنا أنا سمعت بإذني من مجموعة من أخوتنا العرف في أحد المؤتمرات في القاهرة قالوا تكلمت عن مقاومة ومقاومة قال يا أخنت المكتب السياسي ليش تتكلم بهذه الطريقة يعني حتى الجمهور العام جمهور الأمة كان يريدك تتكلم باسم المقاومة مع ذلك تكلمت الهيئة باسم المقاومة عندما يكون خطاب عاما وضروريا أما كمواقف وتبنيات لا كل فصيل من فصائل المقاومة يدافع عن نفسه إلا في اللحظة التي تحتاج دباعا عاما ثم بعد ذلك توالد أو خطاب الهيئة الحاث على المقاومة سواء كان في البيانات أو في التصريحات أو في خطب الجمعة عند الجميع وأذكركم بأن أبرز خطبتين للجمعة وضعتها المعالم الرئيسة للمقاومة كانت هي خطبة الشيخ عارض الضاري رحمه الله في عام 2004 في 9 أربعة في دعمه للفلوجة واللي على أساسه خرض جموع العراقيين من جامعهم والقرى ممتدادا إلى الفلوجة وحدثت المعركة الكبيرة التي فكت الحصار عن الفلوجة ثم في خطبتي أيضا في ذكرى الاحتلال في 2005 التي بيّن فيها أقسام المقاومة وأين يكون الإرهاب والفرق بين المقاومة والإرهاب والتي أيضا وجه فيها اللوم والنقد لبعض فصال المقاومة على الأخطاء التي وقعت فيها وهنا تظهر حيادية الهيئة وضوح الهيئة علمية الهيئة جدية الهيئة حتى الخطأ تبينه لأنه لا يمكن لعمل مقاومة بهذه السعة أمام الولايات المتحدة الأمريكية اللي لا يقع فيه أخطاء المعلم الثاني من معالم توأمة الجهد المناهض والعمل المقاومة هو الدفاع عن المقاومة وهذا كثيرا ما تجدونه في خطاب الهيئة وأدبيات الهيئة بل يكاد يكون خطاب الهيئة في ذاتي ودفاع عن في نفسي دفاع عن المقاومة أكثر ما هو دفاع عن الهيئة بل كنا نرى الدفاع عن الهيئة والتحدث عن الهيئة من أمور التي لا ينبغي ينبغي لنا أن نتواضع فيها ونتحدث عن غيرها وخذنا معارك كثيرة جدا على كل المستويات من الأمين العام إلى أعضاء الأمان العام إلى الناطق الرسمي للهيئة إلى مسؤول الإعلام إلى مسؤولي الأقسام إلى كل من يظهر للحديث باسم الهيئة في القانوات الفضائية للدفاع وفي وسائل الإعلام عامة للدفاع عن المقاومة ورد التهم عنها إلى سنوات طويلة وكمل كبير لهذه الحوارات والمقالات وغيرها يكاد لا يحصر صدرت عدة كتب عن الهيئة توثق لهذه الحالة ولكننا إلى الآن ما زلنا لم نوفي هذا الجانب حقا وإلا لم نجمع كل هذه الأدبيات إن كانت البيانات طبعت وسيطبع قصة منها كما قال السيد حارث الأزدي والتصاريح الصحفية طبعت بعض الكتابات عن الشيخ حارث الضاري طبعت بعض الكتابات عن توثيق الجهد السياسي للهيئة في مراحل الأولى طبعت كما أشار إلى هذا الكتاب الذي أعدم القسم السياسي أو أن بعض المذكرات لبعض أعضاء الهيئة تتحدث عن هذا الموضوع ثم الكتب التي توثق الحالة قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال وبعد الاحتلال فضلا عن نشاطات الهيئة التي صدرت في عدة كتب أما المجلات الصادرة وصحيفة البصارة عن الهيئة وقناة الرافدين فحدثوا لا حرج كل هذه الأدوات كانت مسخرة لمن؟ للدفاع عن المقاومة لا إعلاميا فقط وإنما الدفاع عنها في المحافل كما حصل في مؤتمر القاهرة عام 2005 وأعلناها سابقا ونعيد إعلانة نذكر بها لأن الناس تنسى أن الهيئة حرصت على أن يكون هناك وفد للمقاومة يحضر في مؤتمر القاهرة عام 2005 ونجحنا في الحصول على الموافق على ذلك ولكن لأسباب ثنية لم يحضر وفد المقاومة فتبنت الهيئة الدفاع عن المقاومة في مؤتمر 2005 ومؤتمر القاهرة الثاني عام 2006 وقل ذلك في كل المحافل المؤتمر التي تحضرها الهيئة أما رد التهم التي بدأت توجه للمقاومة للأسف من القوى السياسية حتى السني منها الذي استفاد من المقاومة والذي كانت المقاومة وسيلة لبعضهم للوصول إلى المناصب السياسية وما إلى ذلك فأيضا كما أقول حدث ولا حرج كلهم وثق ومكتوب وما زال جانب كبير منه لا نستطيع الكشف عنه الآن لا نستطيع رفع السرية عنه الآن يحتاج وقت آخر وما زلنا إلى هذه اللحظة المقاومة الآن موجودة من حيث القوة لكن غير موجودة من حيث الفعل الأسباب كثيرة جدا ولكن متى ما تستدعى تعود كما حصل في عام 2014 طيب من يدافع عنها في أثناء غيبتها لجبارية القوى المناهضة لاحتلال والقوى التي لديها الوسائل والمنصات والقدرات على ذلك وفي مقدمة الهيئة فأيذن ثابت من ثوابت توأمة الجهد المناهض لاحتلال والمقاومة في خطاب الهيئة والدفاع عن المقاومة وعن المقاومين وما زلنا إلى اللحظة نخوض هذا الصراع في وجه من يحاول سرقة تاريخ المقاومة والتسمي باسم المقاومة والادعاء بأنه كان مقاومين رغم أن الوثائق تدل على عكس ذلك ويبدو أنهم يعولون على المراكمة الكثار من الكذب لعل هذا الكذب يفيد للأسف يستغلون فرصة سكوت أطراف كثيرة عن الإدلاء بدلوها حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها الجميع عن المقاومة وحتى بعد أن غابت أو ذهبت الكثير من أسباب الخوف للأسف هناك حجام في هذا الموضوع معلم الثالث المعالم التوأمة هو نظرة الناس وتعاملهم مع الهيئة في داخل العراق وخارج العراق فالجميع لا يفرق بين الهيئة والمقاومة بل ينظر إلى أنها حالة واحدة تضم اتجاهات وتيارات متعددة جسم المقاومة العراقية كبير جدا أحد أجزاءه الرئيسة هي وهذا سببه أيضا هو صلة المقاومين بالهيئة أو غالب المقاومين بالهيئة واحترامهم للهيئة وسماعهم لرأي الهيئة واستشارتهم للهيئة ومشاركتهم للهيئة في كثير من اللقاءات والمنتديات بل ودفاع الهيئة عنهم أمام بعض الجهات الرسمية العربية في مراحل مختلفة وغير العربية في مراحل مختلفة بل وسعيها الدائب للدفاع عن من يحيق به نوعا من الاعتقال أو التعصف في هذا البلد أو ذاك لأسباب معروفة أو غير معروفة معلومة أو غير معلومة كانت الهيئة سباقة في السعي لهم وإخراجهم بدون أن تفكر في العواقم التي قد تحسب من هنا كانت نظرة الناس إلى الهيئة أنها هيئة المقاومة المعلم الرابع من معالم التوأم بين الجهد المناهض والعمل المقاوم هي الأدبيات التي صدرت عن الهيئة في هذا الصدد لا يكاد بيان أو تصريح أو كتاب أو نشرة أو عدد من مجلة أو عدد من جريدة أو لقاء أو ما إلى ذلك إلا ويتحدث عن هذا الجانب بل مؤتمرات الهيئة العلمية المؤتمر الأول للهيئة في عام 2017 كان يتحدث عن الهيئة في جوانبها المختلفة وتحدث عن هذا الجانب بل صدرت كتب من أعضاء الهيئة في هذا الصدد يعني أسبيل المثال من العام الراحل الشيخ حادث الله رحمه الله كان له كتاب أول هو عن المقاومة كلمته في التجمع الكبير أو المؤتمر الكبير والندو عن المقاومة في بيروت في عام 2010 طبعت على شكل كتاب عن المقاومة العراقية مفهومة وأهدافة وغاياتة وما إلى ذلك تفاصيل ثم بعد ذلك كتب كتابا خاصا بعنوان الجهات ومشروعيته وما ينبغي فيه ثم كلماته طبعت كلها وخطبه وكلها تتحدث في غالبها في حديث عن المقاومة بل أنه حتى اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي حضرها وألقى فيها أوراق مكتوبة كانت تركز على هذا الجانب فجمع أيضا ما ورد على لسانه عن المقاومة في هذا الصدد كثير لم يجمع إلى الآن ما ورد على لسان الناطقين باسم الهيئة وعضاء الأمان العام والمتحدثين باسمها في وسائل الإعلام كثير في هذا الجانب وما زلنا إلى الآن لا نستطيع أن نحصي ما تحدثت به الهيئة عن المقاومة فقد كانت هذه اللازمة الأساسية لأدبيات الهيئة ولعل كتاب وثائق الهيئة السياسية الذي يؤرخ لوثائق الهيئة منذ نشأتها إلى عام 2015 وتحديدا إلى شهر ثلاثة تاريخ وفاة الأمين العام الراحل يثبت هذه الحقائق عندما يصدر إن شاء الله بعون الله تعالى المعلم الخامس والأخير هو انخراط أعضاء الهيئة في المقاومة هذا إن كان محظوراً الحديث عنه في أوقات سابقة فلابد للتاريخ يبين الهيئة كانوا يتكلمون أين أنتم تجلسون في مقركم تجلسون في بغداد تجلسون في التكييف بعضهم يكتبون ونقولهم تعالوا شوفوا الحر عدنا بغداد واجزة التكييف ماكو غير يتصورون أننا مثل بلاد الخليجة على سبيل المثال عندما ينبوزون بعض العلماء والقاعد فيها ليس كالقائم المجاهد وأهل مكة أدرى بشعابها وما إلى ذلك كنا نسكت عن هؤلاء مراعاة لحسابات الأمنية وحتى لا تستهدف الهيئة بدون هذا الشيء وهي مستهدفة يومياً داميننا الأمريكان وأسلام الأمريكان وأعوان الأمريكان وأدوات الأمريكان وإلى هذه اللحظة ولكن للتاريخ لنذكر اسمع طبعاً للتاريخ كثير من أعضاء الهيئة في الأمانة العامة وفي مجلس الشورى وفي الهيئة العامة في الفروع والأقسام كانوا منخرطين في المقاومة وفي مختلف فصائلها بل كان بعضهم يقودون فصائل رئيسة في المقاومة أقولها للتاريخ أولاً وثانياً حفظاً لحقوق هؤلاء لا يستطيع منهم يتكلم بهذا الموضوع وثالثاً إبراءاً للذمة وتثبيتاً لتاريخ الهيئة الناصع في هذا المجال وكانوا يقومون أيضاً بتمويل المقاومة سواء كانت الهيئة بشكل مباشر أو أعضاء بجهودهم الشخصية والذاتية بل سعوا كثيراً إلى جمع المقاومة على صعيد واحد وكان لهم نشاط كبير جداً في محاولة رأب الصدع بين بعض الفصائل عندما تحصل مشاكل ويمكن لكل واحد من أو لكل أحد من أعضاء الهيئة أن يتحدث عن نفسي في هذا المجال في التوقيت المناسب الذي يراه في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة ولكن أقول بكل وضوح وبكل صراحة لا يكاد يخلو أحد من أعضاء الهيئة من فعل المقاومة قد لا يكون إلا بعضهم ممن لا يستطيع أن يقوم بشيء لكن كان لسانه رطباً بالدفاع عن المقاومة أو دعم المقاومة بطريقة أخرى أما العمل الفعلي والأساسي فكثير من أعضاء الهيئة استشهدوا أثناء عملهم المقاومة أو استهدفوا من قوات الاحتلال وللأسف بعض الفرق الغالية وذهب كثير منه شهداء في سبيل نصرتي بالمقاومة في سبيل الله أولا فهذا هو المعلم الخامس المهم الذي نتحدث عنه بهذا القدر من الوضوح والصراحة الذي يسمح به الظرف الكل يتحدث الآن بالمقاومة ويفخر بالمقاومة حتى أصحاب المسرحيات الهزلية مثل المسرحيات البارحة اللي بعضها في ذوق رؤوسنا صار في هذه المنطقة ويجدون للأسف من يبرر لهم ويقول لا هذه ليست مسرحية هذه نقلة جديدة في قواعد الاشتباك نقلة جديدة في قواعد الاشتباك بعض الأخوة الحاضرين معنا كتبوا عن هذا الموضوع لا هي ترسيخ لقواعد الاشتباك قواعد الاشتباك كانت سابقا تفاهمات عامة هذه المرة قواعد الاشتباك تم الاتفاق عليها في مسقط بطريقة أو أخرى وكانت النتيجة ما رأيتم بالأمس ما رأيتم بالأمس من المستفيد مما حصل بالأمس هل استفادت القضية الفلسطينية هل استفادت غزة هل استفادت الأمة معنويا قد يكونون أهل غزة الآن يتمنون أي شخص يطلق أي شيء يفرحون يعني معنويا وقلبيا عواطف لكن على واقع الحال على الأرض هل المطلوب هو التنفيذ عن العواطف فقط لو حساب على الأرض مجرد الحساب لازم تكون على الأرض على الميدان مسرحية البارحة أو الوضع في فلسطين وغزة ولا هذا قبل المسرحية غير عن الوضع بعد المسرحية ها هي إيران بهيلمانها وادعائها المقاومة ورعاية محور ما يسمى المقاومة ترد على استهدافها هي لا على استهداف غزة وترد بهذه الطريقة الهزلية الفاشلة التي فضحتها أكثر مما هي مفضوحة فإذن هذه هي المعالم الخمسة لتوأمة الجهد المناهض والعمل المقاوم في أدبيات الهيئة كما قرأناها في تاريخها وهذه إطلالة ومدخل وتمهيد لعلنا نعود في ندوة أخرى أو يبادر أحد الحاضرين أو أحد السامعين أو المشاهدين لإدلاء بدلوه في هذا الموضوع بارك الله فيكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذه الورقة التي تحدث فيها عن تاريخ الهيئة وجهد الهيئة في التوأمة بين الجهد المناهض والعمل المقاوم وفي الختام إخوتي لا يسعنا إلا أن نشكركم على الحضور وحسن الاستماع والمشاركة في هذه الندوة ونشكر المتحدثين على ما قدماه من بيان وتوضيح عن أدبيات هيئة علماء المسلمين وثوابتها وتأثيرها في واقع ومستقبل العراق وعلى أمل أن نلقاكم في ندوات ومحاضرات قريبة إن شاء الله نستوذعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا